بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آل سيدنا محمد الطيبين الطاهرين وعلى سيد عبد الملك ألف ألف صلوات الله والسلام عليه وعلى والديه وعلى أبوه وعلى أخوه وعلى جميع الأسرة الهاشمية وأقول نبدأ درسنا اليوم عن الإمامة الإمامة يا أولادي تعني الكرسي إن الكرسي حقنا يعني السلطة حقنا وحدنا بعيدو عرفت هذا الغنية بعيدو أول من ألفاه هو واحد من عندنا لكنهم فهموا خطأ اليمنين وبدأوا يغنيهم وعلى أي بطارس قول لي بعيدو بعيدو من طريقنا نعم هي الكرسي هو حقنا إحنا آل البيت لأن الآل البيت هم الأترة الطاهرة والسلالة الزكية والإمامة والسلطة حقنا وحدنا من عند الله لا يجوز أبدا أن يحكم غير آل البيت طبعا أنا أقرأ من الملازم لأن إحنا خلاص الحمد لله أتكلمناكم أنه ما عاد فيش حاجة اسمها كتب ملازم فقط لأن آل البيت هم أمنا الوحي وورثت النبي والولاية فينا وما والولاية فينا ما بقي اثنان واليمن هدية من الله سبحانه وتعالى لآل البيت لأن آل البيت كانوا مظلومين كانوا أيش مظلومين والنواصب الأمويين والعباسين شلوا السلطة والحكم والخلافة حقنا في العراق والمدينة وألهم الله جديه يا حسين الرسي كان مبروك ألهمه الله جل يمن الحمد لله أنه ما يجيش بقعة ثانية لو جسودا مثلا مشكلة والله من يجد أن تقوم مشكلة لها على العموم كان هناك مجموعة من المبروكين الطبريين جوا معه وجاهدوا معه من الحمد لله والحلقة اليوم تقول أنه لا يجوز أن يكون هناك أحد من آل البيت في مناصب صغيرة وأن يكون المدرع عليهم من يمنيين أو أي عربيين بشكل عام فيجب على الدولة أو أي إنسان يعرف الإسلام أو يعرف الدين ألا يجعل من أولياء الله على البيت موظفين عادين أو يتمسخر بهم أو أحد يجيز حكم بوهم ومعنا تصال ألو مساء الخير يا سيدي مساء النور والعافية من معي معاك محمد المتوكل أهلا يا سيدي محمد كيف حالكم الله تمام يا سيدي وحدي محمد المتوكل من أين أنا محمد المتوكل من أب من أب ما يقرب لكم عبد الله المتوكل ولاد حمنا حياكم الله سلم لي على كل يدي الزرد دي عندها حياك الله فضلوا ما أوساء لكم يا سيدي أنت كلمت عن المناصب وأنا شغال ممرض في مستشفى أهام ومدير أنا آآ يمني قبيلي ويستلم راتب أكثر مني خضاء 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 أنت المفروض أنت الدكتور والمدير وهو يكون ممرض بس يا سيدي أنا ما تعلمت هو مؤهل دكتور ولو 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 أنت لكون الدكتور بس هذا حراء هي جددك قد بنقول لك احنا نتكلم لصالحك خلاص اسكت وخليك ممرض واستلم أقلم منه بس يا سيدي أنا من أهل البيت يا ما نفعل لك قد بنقول لك قد أنت الدكتور وهو الممرض يا مخرج لو سماح تقطع الاتصال آآ بدرجة بتقطع الاتصال أنا ما سبيه نسبة الله حتى في البرامج اللي قد فيها وساطة طيب ما تشتي أقول لك يا أشتي شرع الله شرع الله شرع الله أن أنت تكون بدين المستشفى والدكتور وهو وتكن تأخذ الفلوس الكثير وهو يقع الممرض طيب يا سيدي وإذا قالوا عملية من بيعملها هو يعمل العملية هو طيب وإذا سئلوني من أعمل العملية كل النوع أنت وهو إذا فضحني أحبسها أه أه وإذا حبسنا من بيعمل العملية الثانية الله ينتقل منك أنتوا المخرج والله لو ما تقفل يا مخرج ما أعزي تجسلك في أه أه الحمد لله نرجع لدرسنا في للمه قالوا الولاية والوصاية في البطنين وأهل الكساء وأهل الحق الإلهي وأجدادنا جاهدوا الكفار وجاهدوا على أساس الوصول للسلطة والوظيفة نعم والمنصب حقنا بس لازم نقاتل الكفار عليه قتالا شما رما هما ومعنا اتصال السلام عليكم يا سيدي من معي؟ معك أحمد أحمد من؟ أحمد الفقية أحمد الفقية أهلون أهلين أحمد الفقية كيف حالكم؟ والله تمام الحمد لله يا صاحبي ولا ثاني؟ لا لا هو صاحبك حقيقة ما أني عارف أحمد الفقية بس يلا ها تفضل ما هو سؤالك؟ أنت تقول أن قاتل الكفار أهان طيب ما هو الكفر؟ الكفر هو الكفر أش قصتك يعني؟ يعني اليمنين كفار ها أنت قصتك الكفار اللي أنا أشتي فهمكم حاجة الكفر مش إنه زعم إنك ما تبطل الصلاة أو إنك تقول لأ الكفر إنك تعادي أهل البيت وما تقبلش بولاتهم هذا هو الكفر الحاجة الثانية ها بش عادي لا تصلي لا تفضل بس الكفر الحقيقي أو إنك ما تقول لش آل البيت وأتكلم في هذا الحلقة إنه هناك دول إسلامية إسلامية بحت ليس فيها الذي مثل يعني مثل اليمن إذا كان ولي أمرها من آل البيت فهي إسلامية ألو معنا تصال أه 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 السلام يا شيخ كيف حالك حيّاك الله حبيبي ربي عليك حبيبي أه معاك أه محمد أستقاف طيب أتسؤالك سؤالك لو سمحت والله يا زيدي يجيب أنا أرحّل شنطتي على كتفي وأسافر مكان لمكان وأسافرت كثير لفيت لفيت حول العالم أه أه كثير من الدول اللي رحتي الحكم في بي مش لقى للبيت ولا معهم حتى مقاهدين زي ما زي نقل الملك أه ولا في بي حكم للسادة أه يعني الوضع ما فيش خراقنا الآخر كيف ما فيش خراق هل يعني ما هو السؤال السؤال يعني هل يقوز أن أنا قلس هناك عن مرع أي شناك هل البلاد دي بتسافرها إسلامية أو دول كفر والله حسب فترات سافرت دول إسلامية أو إذا كانت بلاد كافرة واللي ماذف عادي يجلس فيها يجوز لأنه بلاد كافرة أصلاً لكن إذا كانت بلاد عربية وهي إسلامية وما يحكماش آل البيت فلا يجوز لا يجوز يعني ما ينفعش أنا قلس مثلاً بعيد ولا يعني تطبق الدين بس حكامش من آل البيت نعم طيب يا سيديش تزعق لحين الأردن خارق ولا لا الأردن ما تصلحش حتى ولو يمسكى لأنه لا يوالي الاثنى عشر ولا يوالي إيران طيب المغرب وكذلك المغرب لازم يكون آل البيت يوالي إيران طيب فين نروح البلاد العربي الإسلامي مثل اليمن سلوات أمام العراق سوريا أيوة لبنان إيران إيران أيوة هذه هي الدول العربية الإسلامية كيف يا شيخ ما لدينا مش ناطقين من العربية؟ من؟ الإيرانيين فيما يبدو لكم ولكنهم فيما يبدو لكم آه أكيد أكيد يا مخرج قفلنا لتصل على ذا اللغجة رب ما بش خراج انت معا الله ينتجمك اللي بيعصيد انت أنت دول مخرج طب أروح لي السلامة وإلى هنا نصل إلى حلقة نهاية حلقة هذا اليوم وهي يا الكورسي دينا يا الكورسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممتازم ممتازم هذه الفقالات وهي ممتاز mujeres ممتازم انت удобي